السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله والأخوان وبإياكم اليوم إن شاء الله بإذن الله نحن مازلنا نستكمل سلسلة كورس الميكروسوف سرتيفاء سولوشن أسوسيات إجزام رقم سبعين أربعمية وعشرة نبدأ على بركة الله نحن اليوم في دالفيديو بنتكلم حول الإي بي فيرجان فور ونحن بنتكلم حول الإي بي فيرجان فور إن جنرال يعني بشكل عام عشان ما ينفعش نتكلم عليه في ساعة أو ساعتين موضوع إي بي فيرجان فور عشان ندخل فيه إن ديتيلز بيحتاج من 8 إلى 12 حلقة أو درس فنحن اليوم بنتكلم حول الأمور الرئيسية وبنحاول نفصل ونتكلم حول إي بي فيرجان فور نبدأ على بركة الله إنت كمهندس شبكات أو كنتورك آدمين كسيستم آدمين كنتورك إنجينير بتدرس شبكات عشان كلمة واحدة عبارة عن ما يسمى ما يسمى بشيرينج أو فريسورسيس أو ما تسمى بمشاركة المصادر والموارد والمقصود والمقصود بالأشياء أو مشاركة المصادر أو الموارد لما بنقول لك شيرينج أوف ريسورسيس فهي تنقسم إلى ثلاث أمور أنت تدرس الشبكات عشان تشير إنترنت يعني تعمل شيرينج لإنترنت وتدرس الشبكات عشان تشير على داتا مثال عشان تعمل شيرينج للفايل سيرفر وانت تدرس شبكات عشان بتشير ديفايزيس ومثال على ديفايزيس برينتر إضافة إلى أنه انت بتدرس شبكات عشان تقلل من موضوع البروتوكاستينج أو ما يسمى بالبت عشان البروتوكاست حقيقة بيهلك الشبكة أو بيوقع الشبكة فنحن نفصل هذا الشيء إلى ثلاث تفصيلات رئيسية في الأول بنشير داتا ومثال عليها عبارة عن الفايل سيرفر وده فايل أنا بعرف أنه شكله مش فايل والشيء التالي أنه بنشير ديفايزيس المثال عليها أنا بشير برينتر والشيء التالي أنه أنا بشير انترنت وده انترنت إذن أنا بدر الشبكات عشان شيرينج أوف ريسورسيس مشاركة مصادر وموارد ومشاركة المصادر والموارد دي بتعني لي ثلاث أمور كمختص شبكات داتا وديفايزيس وإنترنت حقيقة عشان انت تعمل شبكة لازم تكون هناك مجموعة من المتطلبات عشان تعمل شبكة على سبيل المثال أنا عندي جهاز مثلا X وجهاز Y ده الجهاز X وده الجهاز Y عشان نكوننكت بين الجهازين دون هنا مجموعة من الأمور اللازم تتحقق واحد انه لازم يكون الكمبيوتر نيم أو يونيك نيم اسم فريد يعني لو كان الجهاز ده اسمه Y ماينفعش ال Y يتكرر على جهاز ثاني وده رقم واحد اتنين لازم يكون لكل جهاز IB والسؤال اللي يطرح نفسه ايش هو ال IB مبدئيا نحن نقول رقم مبدئيا عشان بالفيديو ده حاب نوضح ايش مفهوم ال IB والشيء الثالث انه يكون عندي ميديا المقصود بالميديا هو عبارة عن الكبل سلك انا مهمناش تقنية الربط في موضوعي ده لا ومهمناش نوع الكابل في موضوعي ده بغض النظر عشان انت كنتورك ادمين كسيستم ادمين كنتورك انجينير كسيستم انجينير انت تبدأ تشتغل ما بعد الانفرستركشور الخاصة في الهاردوير اللي بتبنى من ناحه السويتشات او راوترات او اسلاك انت بتدير سيستم نشوف انواع الادرسس حقيقة كادرسس انا عندي نوعين من الادرسس او نوعين من العناوين النوع الاول ما يسمى بالفيسيكل والنوع التانى ما يسمى باللوجيكل ولما بقولك فيسيكل انا بتكلم على ماك يعني ميديا اكسس كنترول ولما بقولك لوجيكل انا بتكلم على اي بي ادرسس شفت الفكرة نعيد الادرسسس بتنقسم الى نوعين النوع الاول اسمه فيسيكل والنوع التانى عبارة عن اللوجيكل شفت الفكرة احنا بناخد الماك او ما يسمى بالميديا اكسس كنترول نتكلم عليه ونفصل فيه وده عبارة عن الماك او ما يسمى بالفيسيكل ادرس كماك كماك هو عبارة عن رقم هكسا ديسيمال يعني ستة عشري لما بقولك ديسيمال يعني characters لما بقولك هكسا ديسيمال يعني حروف وارقام اذا كماك ادرس الماك بساوي هكسا ديسيمال ولو حنننا الهكسا ديسيمال فهي بتبدأ من الزيرو الى الناين ومن الا الى الاف بالشكل ده اذا ده ما يسمى بالهكسا ديسيمال او ما يسمى بالستة عشري وعدد الحروف كمجموع احنا الان لو عملنا كده بس المساح دي وناخد مرة ثانية خمسطاعش عشان عندي هنا الصفر محسوب الصفر في الكمبيوتر بيحسب والخمسطاعش دي عبارة عن اطنعشر كاركتر بيتكون من الماك اطنعشر كاركتر بمعنى اطنعشر رمز ومثال لما بقول ب اطنعشر رمز على النحو التالي مثال زيرو 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 ودون كم اطنعش ولا مش اطنعش اطنعش نتيجة لان الكمبيوتر بيعرف اشارات كهربائية فهو بيساوي تمانية واربعين والمقصود بالتمانية واربعين هي عبارة عن تمانية واربعين بيت كده واضح الماك ادرس ده مقصوم الى جزئين لانه اطنعش مقصوم الى ستة في ستة يعني كده ها ستة كاركتر في ستة كاركتر واول ستة كاركتر دي خاصة بالفيندور يعني بالشركة المصنعة واخر ستة كاركتر دي خاصة بالهوست او ممكن تسميه النود على حسب ما تحب تمام شوف يا سيدي على سبيل المثال ليش مقصوم بالشكل ده وده سؤال اطرح نفسه الستة الارقام الاولى او الثلاث الخانات الاولى دي بتخص الشركة المصنعة انت عشان تفهم الشبكات روح قيشها من الحياة العملية بحياتنا انت عندك شركة اتصالات بالعالم بغض النظر أكانت VooDafone اكانت TNT As a MAT DSpace مثال أننا بدينا في اليمن ها لو ده رقم موبايل على سبيل المثال نحنا نعرف مقرد ما بنقرأ الرقم انو الرقم ده خاص باي شركة اتصال عشان الرقم ده ما بتغيرش وبيكونوا جميع العملاء اللي بياخدوا ارقام من الشركة دي يشتركوا باول ثلاثة ارقام انت مقرد ما تلاحظ دي ثلاثة الارقام بتعرف انو دي الارقام خاصة بشركة MTN ولكن ما تبقى من الارقام دي دي خاصة بالكلاينت الجهاز او خاصة باليوزر اللي بيشتري الرقم فنفس الفكرة الماك شغال فيها اول ستة ارقام او اول ثلاثة خانات دي خاصة بالشركة المصنعة ولو ضربنا امتلة قد تكون شركة في اموير قد تكون شركة تريكم قد تكون شركة فورتينت جينيبر بيسي نت ها شركة عريقة شفت كيف واخر ثلاثة ارقام دي خاصة بالماك ادرس ومستحيل ثم مستحيل ثم مستحيل وبالتلات انه تحصل ماك ادرس متشابه مع جهاز بنفس الماك في العالم يعني اللاب تبدل اللي عندي الماك ادرس اللي موجود فيه مستحيل تحصل جهاز عالم يعني مستحيل تحصل نفس الماك على مستوى العالم طب معنى الكلام ده في سؤال بيطرح نفسه في النقطة دي انه في برامج منتشرة في الانترنت وبشكل كبير بتقوم بعملية تغيير الماك ادرس بقول لك يا سيدي الماك ادرس يجي من صلب الروم في كارت الشبكة يعني منحوت او محفور وغير قابل للتغيير وخبراء الشبكات اعلم بذلك ولكن البرامج دي بتغيير لك الماك ادرس بشكل منطقي او بشكل انفرجول وده اللي بيصير اذا نفتح تبويب قديد ونحلل الماك ادرس شفت الفكرة فهو بالشكل الثالي زيرو 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 بالشكل ده فقلنا اول ستة ارقام دونه خاصين بالفندر واخر ستة ارقام خاصين بالهوست او النود بمعنى دونه ثلاثة ارقام تابتين ودونه متغيرين صح او لا كويس طيب حتى لا اكون غدا اغفلت انه موضوع البروتوكاستنج في الماك ادرس وبيرتسل عبارة عن اطنعشر اف يعني بالشكل ده اطنعشر اف شفت الفكرة هذا عبارة عن موضوع البروتوكاست في الماك ادرس دا العنوان تابعه تمام وانت حقيقة تدرى الشبكات عشان تقلل من موضوع البروتوكاست في الشبكة طب انا لو عندي جهازين في الشبكة دا ايه وده الجهاز بي تمام وده اكس دا واي وارادي قدهم كونكت مع بعضهم البعض فمحتاج اكس يرسل داتا بغض النظر عن نوع الداتا دي الى واي فايش اللي بيصير بيصير انه بيتكون لتيبل من ضمن الهيدر الخاص بالباكت اللي بينقل البيانات وبينكتب فيه الثالي سورس ماك ودستنيشن ماك وهنا مكتوب اكس وهنا مكتوب واي تعرف ليش عشان يعرف انه البيانات بتنتقل من اكس لو واي عن طريق القدول دا او عن طريق التابل دا صح ولا لا شفت الفكرة طيب ولما بيدخل عندي سويتش بالنتورك ايش اللي بيصير دا سويتش ودا سويتش متصل عليه مجموعة من الاجهزة اوكي وكده ثلاثة اجهزة صاروا انا بتكلم على السويتش اللي بيشتغل في الطبقة التاني يعني بيشتغل في طبقة الداة لينك يعني السويتش اللي بيحتويش على نظام تشغيل او ما يسمى بالسيسكو سيستم عشان السويتش المخصصة او المقدمة من سيسكو بتحتوي على نظام تشغيل ما يسمى بالاي او اس انترنتورك أوبرتينج سيستم ودي بتشتغل في النيتورك لاير ما بتشتغلش في الداة لينك حنا بنتكلم على سويتش اللي بيشتغل في الطبقة الثانية لو عدينا من تحت شفت الفكرة بالشكل دا فاللي بيصير الشكل الثالي السويتش لما بتشوفه من الخلف بغض النظر اكان تمانية بورد ستة عشر بورد اتني وثلاثين بورد مش مشكلتنا او اربعة عفوان اربعة وعشرين بورد مش مشكلتنا وده تمانية بورد شفت الفكرة فهو طبيعي انه بيكون 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 بارجي بورتي فايف ارجي خمسة واربعين فاللي بنعمل التالي فهو بيكون تابل خلاص ما عدفيش عندي سورس ماك ودستانيشن ماك لا مكتوب بورد وهنا مكتوب الماك فالبورد دي مرقمة وان تو تري فور دا دا زايد اوكي فبيكتب لك البورد وان والماك دا والبورد تو والماك اللي تبعه دا والبورد شوفت كيف اللي بيصير بالشكل دا دا كان عبارة عن الماك ادرس او ما يسمى بالفيسيكل ادرس نحن نجين نتكلم على اللوجيكل ادرس او ما يسمى بال او ما يسمى بال ادرس ادرس بينقسم الى نوعين اي بي فيرجان فور و اي بي فيرجان سيكس احنا بالفيديو دا نناقش الاي بي فيرجان فور عشان في فيديو بيجي بيتكلم على الاي بي فيرجان سيكس شفت الفكرة ادن اي بي ادرس طول الاي بي ادرس عبارة عن ترتي تو بيت ومقصوم الى اربعة اجزاء بالشكل الثالي وكل بيحتوي على تمانية بيت يعني مجموعهم لو جمعنا بيصير كم بيصير 32 ولا لا والتمانية البيت اعلى قيمة فيها زيرو اصغر قيمة زيرو واكبر قيمة فيها ون شفت الفكرة ده بالنسبة للباينري احنا بني نتكلم فيه اوضح لك اكتر بالنسبة للنمبرس فأصغر قيمة فيها صفر واكبر فيها قيمة اللي هي عبارة عن 255 يعني 255 بس دون كيف اقوم نعمل التالي نحن عارفين انه الكمبيوتر عبارة عن متوالية هندسية مش متوالية عددية المتوالية عددية هي عبارة عن 1 2 3 4 لكن المتوالية الهندسية لا 1 و 2 و 4 و 8 و 16 فعندك 1 و 2 و 4 و 8 و 16 و 32 و 64 و 128 لننظمها اكتر بس عشان بتكونش نحطها في line 1 بالشكل ده بتكون عندك 1 2 3 4 5 6 7 8 صح ده عبارة عن 8 اللي بدي فدي عبارة عن 1 و 2 و 4 16 32 64 128 وهنا في 8 1 يعني بالشكل ده ها اش صار ايما هي لو بجدول بتترتب اكتر نعمل قدول نعمل قدول بشكل ده ها يلا نعد شفت شفت الفكرة فقلنا اصغر رقم صفر واكبر رقم 255 50 فانا لو قلت اختار اصغر رقم فبيكون كله عبارة عن اصفار 000000 0000 وده بيساوي لزيرو لو قلت اختار 255 فبكله عبارة عن واحدات يعني بالشكل ده ده بيساوي 255 شفت الفكرة طب لو قلت 10 بختار بالشكل الثالي بيكون عبارة عن 0000 0000 1 2 3 4 5 6 7 8 شفت الفكرة ده معناته انه بيعطيلي 10 واضح طيب فعشان التشويش في ال-IP فقالت شركة ايان او ايانا فقالت نحن مسيطرين على الماك ادرس وما حدش بالعالم بيقدر يلعب في الماك ادرس عشان اي اي شركة بتحب تنتج كروت شبكة بتقب تاخد ترخيص وبيعطالها رقم في اول ثلاثة ارقام اول ثلاثة خانات من الماك ادرس وكده بنعرف الشركة المصنعة كلام جميل بس ال-IP ادرس نحن مش مسيطرين عليه فقالوا نقسم ال-IP ادرس الى كلاسات اللي عبارة عن الشكل الثالي كلاس A و-B و-C و-D و-E خمسة كلاسات عندك الكلاس واحد اثنين ثلاثة و-F و-F فالكلاس A بيبدأ من الزيرو الى مئة وستة وعشرين و-B بيبدأ من مئة وتمانية وعشرين لغاية مئة واحد تسعين و-C بيبدأ من مئة واثنين وتسعين لغاية مئتين وثلاثة وعشرين و-D بيبدأ من مئتين واربعة وعشرين لغاية مئتين وتسع وثلاثين ولكن اي بيبدأ من مئتين واربعين لغاية مئتين وخمسة وخمسين وكذا نكون نحنا خلصنا بس لو نجي نتفرق نحنا بنتعامل مع الكلاسات كلاسة D يعني A وB وC الكلس دي بيستخدم عشان حاجة اسمه multi-cast لكن ال-E دل بيطور منه ال-I-B version 6 اقتل حاجة ال-I-B version 6 عشان كان فيه سوء توزيع لل-I-B addresses حول العالم من قبل شركة Aiyana وخلصت ال-I-B addresses حول العالم بس لو نجي نتفرق ما بين الكلاس A وB في رقم مفقود اللي هو 127 صح ف127 ده محجوز مع الماك address نفسه وده ما يسمى بلوب back بمعنى انه انت لما بتحب تختبر كرت الشبكة تبعك انه سليم او ما في بوش اي مشاكل او بيشتغل او ما بيشتغلش فتبينج على ده الرقم ونشوف نروه على السي امي دي ونكتب بينج طبعا بينج هي اختصال لكلمة protocol internet group وفي بعض المراجع بتسميها بالpackage internet group فكده ولا كده هو نفسه فنختار 127 .0 .0 .0 او .1 وده عمل بينج للكرت المحلي فحتى لا كون قد اغفلت ده الرقم كله محقوز مش شرط واحد انت ممكن تعمل 100 فبيعطي لك نفس الرزلت وحتى ممكن تعمل 200 مش نفس الرزلت ولا لا طيب كمان في موضوع الماك حتى لا كون قد اغفلت فعشان تجيب الماك معك طريقتين طريقة شوية متعبة وبتعطيك in details وطريقة بتوصلك بشكل مباشر الاولى انك بتكتب ip config slash all وكده تكون انت حصلت على الماك address وده هو مش ده مكتوب physical address ولا مش مكتوب physical address بشوف طلع لك بيانات in details حول الكروت المتركبة عندك وهذا مشكلة الامر التالي انه بتكتب get mac يعني اقلب لي الماك او اعطينا الماك وتعمل enter وكده بيطلع لك table بسيط ومنظم ومترتب نريت click ونعمل mark عشان نحدد فنحن قلنا اول ثلاث ارقام مشتركة وده مثال عليها example 005056 بس اخر ثلاث ارقام مستحيل ان تكون متكررة المبرر اللي بيعط تبرير على اول ثلاث ارقام ان تكون متكررة قلنا ان تبع الفيندور او الشركة المصنعة لكن الثلاث ارقام ده بما تخص الماك c0 c0 0000 01 108 فانا لو رحت مباشرة الى الكروت تبعي على سبيل المثال ورحت right click status وروح على details فبشوف physical address ومش الرقم ده اجين ناخد المارك ونفس الرقم ده ولا لا ونفسه ولا مش نفسه شفت الفكرة اذا الكرت تبع ايش من الشركة ده تبع شركة VMware وهو عبارة عن الفرج شفت الفكرة بالشكل ده طيب نرجع لموضوع نا فقلنا ان الرقم 127 ده رقم محجوز بالكامل ويستخدم عشان حاجة اسمه اللوب باك ونفتح تبويب جديد فعشان الدنيا بقت متخربطة في العالم وعشان شركة ايانا بتسيطر على ال ips حول العالم وعشان ال ips بدأ ينفد ودي احد الاسباب انه بدأ يطور على ips version 6 فقالت نقسم ال ips الى نوعين النوع الاول ما يسمى بال private ips والنوع التاني ما يسمى بال public ips 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 اللي بتعطيه شركة ايانا لما يسمى بال ips حول العالم بمعنى الانترنت سيرفيس بروفايدر المزود لخدمة الانترنت في منطقتك او في بلدك على سبيل المثال نحن عندنا الشركة المزودة في خدمة الانترنت في اليمن هي عبارة عن شركة يمن نيت كده لكن ال private ips هو ips اللي انت بتعطيه وبتتعامل معاها ازا لوكل في اللان تبعك اوكي طيب ودي الكلاس ايه والكلاس بي والكلاس وعشرين بس نفصل بياناتهم كده عشان ميكونش مطلخ بط بشكل ده بس نشوف ال i-b الكلاس بيبدأ من كم بيبدأ من 10 dot zero dot zero dot zero وبينتهي بعشرة dot two fifty five عشرة dot two fifty five عشرة dot two fifty five و b بيبدأ بكم و c بيبدأ بكم ال-b بيبدأ من 127 dot 16 dot zero dot zero درينش وبينتهي بمئة و 72 dot 31 dot 255 dot two five و c من مئة 92 لغاية أو dot عفوا 168 dot zero dot zero لغاية 192 dot 168 dot 255 dot 255 بس أنا لو لاحظ الكلase ايه نحن قلنا هنا بادئ من زيرو وهنا بدأ يعد من عاشرة إذن في رقاما أقصى صح ولا لا اللي هي عبارة بتطلع من الزيرو للتسعة صح ولا لا دا ما يسمى بالبوبليك دا ما يسمى بالبوبليك آي بي دا عبارة عن البوبليك آي بي حول العالم ككلس ايه بيوصل لغاية 16 مليون بيعطيك أرقام للكمبيوترز وبي بي لخمسة واربعين ألف وسي لمائتين واربعة وخمسين معاناة الكلام دا انه ايه بيصلح لشركات كبيرة وده لشركات متوسطة وده لشركات أصغر كايه دي بتستعمله عندك السيرفس بروفايدر الموجودة في بلدك طبعا هي بتعطيك آي بي أدرس الآي بي أدرس اللي انت بتاخده من كلاس ايه بس الآي بي أدرس انت لما بتحبه تطلع فيه بو على الانترنت في جهاز بيتر جيم اسمه نات نتورك أدرس ترانسليتر هو بيسوي عملية ترقمة من البرايفت آي بي اللي بيعطى لك من قبل السيرفس بروفايدر الى البابلك آي بي اللي واخداها السيرفس بروفايدر من شركة آيانا وتطلع فيه وتوصل على الموقع وترجع مرة تانية وتحصل عملية تبديل دا اللي بيصير بالشكل دا ويني رجع نشوف الآي بي وك آدرس الآي بي بينقسم الى قسمين نيتورك آي دي وهوست اي دي او ما يسمى بالان والاتش كنتورك اي دي يتكرر كهوست اي دي ما ينفعش يتكرر في الشبكة عشان تعرف الشي ده لازم تقلصه في حياتك العملية ده شارع او طريق فمن الطبيعي جدا انه الشارع ده يحتوي على مجموعة من المباني صح ولا لا اذا المبنى بيمثل الهوست اي دي والشارع بيمثل النيتورك اي دي شفت الفكرة؟ ليش؟ واي واحد في العالم له عنوانين عنوان الشارع اللي انت تسكن فيه وعنوان العمارة وعنوان العمارة اذا الفل ادريس بيساوي ايش؟ بيساوي الهوست 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 اي دي شفت الفكرة؟ بالشكل ده طيب الهوست الهوست بيمثل زيرو والنيتورك بيتمثل 255 كلاس A و B و C نشوف السابنت ماسك الديفولت سابنت ماسك فعندك 255 دوت 0 دوت 0 دوت 0 255 دوت 255 دوت 0 دوت 0 255 دوت 255 دوت 255 دوت 0 ومعنة الكلام ده انه انا عندي يلا نشوف الميتين والخمسة والخمسين بيساوي نتورك اذا عندي n دوت ايش دوت اتش دوت اتش دوت اتش دوت اتش وهنا n.n دوت اتش دوت اتش يلا نكون سريعين وهنا n.n.n.n.h شفت الكلام؟ معنة الكلام ده انه عندي ثلاث سيجمنت خاصة بالهوست ووحدة خاصة بالنتورك وهنا نص بنص وهنا واحدة هوست وثلاث نتورك شفت الفكرة؟ نوضح عندي جهازين جهاز وليكن اسمه y و جهاز اخر وليكن اسمه x و انا احب اخلي الجهازين دون يشوفوا بعض ويتناقلوا data مع بعضهم البعض فرحت في الجهاز اكس وعطيتوا الاي بي التالي 192.168.1.1 For example ورحت y وعطيتوا الاي بي التالي 192.168.2.1 اذا انا مجرد ما بشوف الاي بي بعرف هو ايش من كلاس لانه بدأ ب 192.168 اذا هو كلاس سي السابنت ماسك الخاصة بالكلاس سي عبارة عن ايش؟ n.n.n.h بمعنى 255.255 ايش اللي صار؟ نوضح again قلنا هو عبارة عن كلاس سي فقلنا n.n.n.h و هنا معناه 255.255.255.0 عشان احنا قلنا في السلايد اللي قبل انه النيتورك بتمتل 255 والزيرو بيمتل لي الهوست معاناة الكلام ده انه اول ثلاث سيجمنت دي ما يسمى بالنيتورك ايدي و اخر شي عبارة عن الهوست ايدي يعني كده ده عبارة عن النيتورك ايدي و ده عبارة عن الهوست ده عبارة عن النيتورك ايدي و ده عبارة عن الهوست ده عبارة عن النيتورك ايدي يعني ده رقم الشبكة و ده رقم الجهاز و ده رقم الشبكة و ده رقم الجهاز و ده رقم الشبكة السؤال يطرح نفسه هل ينفع يحصل عملية تراسل معطيات او بيانات ما بين الجهاز اكس واي مينفعش على الاطلاق ليش عشان كل واحد واقع في النيتورك مختلفة فرقم النيتورك هنا واحد ودي رقم النيتورك هنا اثنين فلازم يكون من نفس النيتورك يعني بتغير الاي بي ونينتو دوت وان سكس ايت دوت وان دوت تو على سبيل المثال بالشكل ده طبعا هذا عبارة عن فيديو بسيط طبعا عفوان حتى قبل ما اختم الفيديو ده فبما انه نحن موضوعا على الاي بي فما يمنعش انه نتكلم على ميزة النك تيمينج الميزة الجديدة حقيقة المتواجدة مع ويندوز سيرفر 2012 يعني ميزة ممتازة جدا ولو انها متأخرة من جارب مايكروسوفت فمايكروسوفت عادة يعني تأتي متأخرة الميزة دي او ميزة النك تيمينج او نيتورك تيمينج دي بتسمحلك انه انت تعمل بالانسينج والمقصود بالبالانس هو عبارة عن توزيع القهد بمعنى انه انت بتقدر تعمل اثنين كروت شبكة او ثلاثة كروت شبكة او اربعة او عشرة حتى هي بتشتغل لغاية اربعة وعشرين كرت وتجمعهم في كرت واحد وتعطيه نفس الاي بي فبالحالة دي الكرت مبيكونش عليه ضغط في الشغل فاللي بيعمل عملية بالانسينج او توزيع القهد على كل الكروت المتركبة على السيرفر ده فانا لو رحت واشوف كم عندي كروت شبكة على سبيل المثال في السيرفر ده تنج ادابتر سيتنج فعندي كرت واحد فتطلع من ال في ام وير من قائمة في ام وتروح على سيتنج ويتروح لعند نيتورك اديبتر وبتعمل اد ويس وتختار نيتورك اجين ونيكست فهو بتحدد كمان هوست اولي وفنش وتكرت رقم كم رقم اتنين ونضيف كرت تالت ودي نيتورك اديبتر لغاية ها وهوست اولي وفنش واوكي كده الفرج الماشين تعمل كويك ريستارت حتى تتعرف على الكروت اللي تم تركيبها ودي الكروت بدأت تطلع ولا لا وكده صار عندي كم كروت شبكة اتنين كروت شبكة ده الكرت اللي شغال ولو تلاحظ مكتوب عليه mcce.local ولو عملت رايت كليك عليه ودبل كليك انترنت بروتوكول فور لا هو معلق الله ايش يعني شفت بس من غير الدي اني اس تمام فمعطاله اي بي اذا هو الشغال لكن ده مفيش اي بي تمام والكرت رقم ثلاثة مفيش اي بي فلي تعمل الثالي انت تتقه للداشبورد تبعك وتروح للوكال سيرفر فهنا كاتب لك نيك تيمينج وعامل لك ياها دي سيبل فانت تنقر عليه وتعطيه انيبل وكده فكت الانترفيس الخاصة بالنتورك تيمينج فقلي عندك واحد فسيكال او وان فسيكال نتورك اديبتر اولاين والباقيين اوفلاين وكتب لك الافيليبل تبي ادد هم ثلاثة فانت تحدد اللي تحب ده عبارة عن التيم انترفيس طبعا ها تروح على تاسك وتقوله ادد تونيو تيم وتي ادد فقال لك اختار التيم متلا تسميه لوكال دومين اندروسكور مسي اسي اي دومين تمام فقال اختار الكروت اللي تحب تشغل بالشكل ده فانا بختار واحد واثنين اللي غاية كمان فبقوله اوكي نرقع بس بسرعة ونشوف اللي صار شفت اللي ش صار صار الاثنين دي سابل شوفش اللي صار الان حطى لي كرت جديد وشغل لي اياه شفت نرقع فكاتب لي فليير ماسيج يعني عندي مشكلة ها ونفتح ونشوف ايش اوكي من بردومين اكتيف جنرال نفتح كده اوكي مافيش مشكلة ها ده لانه ما عندوش فنرجع ونرأي تكليك وبروبرتيز وننزل الى هنا ونعطيه الائي بي ونينتو ونسكس ايت وان تواندرد ونينتو ونسكس ايت وان تواندرد ووكي ووكي وكدا يكون راح الورنينج ورح الارر فلو رحت الى هنا الان انا بشوف فكاتب لي الافيليبل واحد وبطويه وكاتب لي اللي موجود على اللوكال دومين امسي اي اتو اتنين والاتنين اكتف واللي بيصير الان عملية بالنسنج ومش بس بالنسنج ده مفهوم الفلتورانس ده مفهوم الهاي افليباليتي عشان لو وقع الكرت ده الكرت ده بيبقى شغال لغاية ما يتم اصلاحهم معالجة المشكلة ده تمام ودي عبارة عن التيم انترفيس connected شفتش اللي صار ان لو رحت كل واحد بحدي داته وحبيت العب في خصائصه منفعش بروبرتيز تي سي بي اي بي فيرجين فور منفعش مفيش بروبرتيز مقفولة دي سيبل عشان هون من ضمن التيمينج هنا ولو رحت ريتكليك بروبرتيز مفيش بروبرتيز كمان مقفولة اهو انا بعمل ده بالكليك الان عشان دون الاتنين موجودين اهزتين بس لو رحت على ثلاثة مثلا ها external connection ده متصل في الانترنت على سبيل المثال بروبرتيز ولو رحت شفت enable وكده اقدر اعطيها اي بي مختلف شفت الفكرة طبعا هادي عبارة عن فقرة سريعة اه ميكروسوف سرتيفايد سولوشن اسوسيات اكزام رقم سبعين اربعمية وعشرة واندو السيرفر 2012 تكلمنا فيها حاول اي بي فرجن فور تكلمنا فيها على الماك ادرسيز تكلمنا على الاجيكال والفيسيكال تكلمنا على الادرسيز وتكلمنا على ميزة النيك تيمينك الى هنا كان معكم اخوكم ولا عصام اشكركم على حسن الاستماع وطيب الله وقاتكم شكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة